مرحباً جميعاً جميعاً سؤالي صراحة الله لديكم صراحة سؤالي هو كيف نبدأ؟ بغيت نتعلم السعودية؟ بغيت نتعلم أي حاجة كيف نبدأ؟ أكثر سؤال ثاني كيف نبدأ؟ كيف نبدأ؟ أخويا عاوني؟ لا داعي للشك واللي يشكي ما كيتفرش الراس المال اللي بغي يخدمها دلوقيتا غتدوس كورونا إن شاء الله مرحيم لك شهر 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 عام ماكسيموم غادي نضو إذا نضو دير شي حاجة في حياتك كدك سعر بحال كنت بحال اللي كانت سابق حتى بعشر سنين كون شو كنت أتعب إخوان لدآما هاد السؤال ما عندوش جواب بالمرة يعني زع ما نجي نقول لك كيف شخص تبدأ؟ أقول لي كدب بحالة يجي تقول لي يا أخويا بغيت نقول لي جوور بغيت نقول لي رسام تشكلي لي بغيت نقول لي مغني كيف نبدأ؟ لا يمكن أن نقول لي بغيت نقول لك بغيت نقول لك سوف يتجل لا يمكن أن نقوم بغيت نقول لك لا يمكن أن نقوم بغيت نقول أي شيء تأتي مع الاستمرارية والممارسة الذي هو مرفق بشكل ما نسميه الشغف ما تقول لي كيف سنبدأ؟ أنا أعطيك الحرة ما عنديش باش نتفهم وحاجة أخرى من اللي كي يكون عندك هالتساؤل كيف نبدأ؟ أعرف أنك ماشي في الترق الصحيح نجيك صريح ونقول هالك بفوجهك وعلى الله وعسى تفق من القلبة من اللي كانت ترحوا التساؤل أو كانت ترحوا التساؤل كيف نبدأ؟ أعطيك بي أنك ماشي في الترق الصحيح أو ماشي في القلصات الصحيحة أو ماشي في التوقيت الصحيحة أو ماشي في الوقت المناسب لديك شكل ما نفعل لأن المفروض هو أنك تبدأ تسول خصني هذه وخصني هذه وخصني هذا ماذا أنت مبديتيش؟ أنا ممكن أن تشوى في هذا العالم يعاونك أو ينفعك من اللي كتبغي تدل في سبوك أدس أو كتبغي تدل في سبوك أدس عاد كي يقع لك مشاكل ما كتفهمش كتبغي تمشي لجوجل كتبغي يوتيوب كتبغي تسول كتبغي ترحوا وكتعرفك كيف هاش سنوخصك تدير في آدس أو ما الأخطاء اللي كتبغي تدري لآخرة نتمنى أن هذه الفكرة واضحة أعفاكم اللي كي يسوقوا الراس أخويا أختي نبغيت نبدأ معها كيف هاش كتبغي تدري لك أنه ما زال أنت ماشي في الوقت المناسب أنت أبعد ما يكون الواقع اللي أنت بتدخلي بيتولي بيزنس ما بيتولي بيتولي ما عافتك عن تك بيزنس ديلك وكتسول هاد السؤال كيف هاش نبدأ تقبيه كيف هاش تبدأ محتشي واحد في العالم ما غاش يوريه لك بحل تدري صغير لا يسوقوا ماما أعلمين أن تمشي هذا هو المثال الصحيح الذي نقلب عليه دري الصغير يكون عنده شهر لسبع شهر لما عافتك يتعلم ليس يقول لك ماما أبابا أعلم أن المشياء بالعكس هو ينطق عاد يتعلم المشياء يعني هي بحالة هاكة كيف هاش نبدأ أكثر سؤال ثاني كيف هاش نبدأ كي يجيني خوية رأس المال خوية عاوني خوية ما عنديش رأس المال خوية شوف لا داعي الشكوى واللي كيشكي ما كيتفرش رأس المال أهم شي باش تبدأ بيزنس قلت لكم هاتم مرفوعات الضيف كياني خيارين لا تليت لهم مقواش كتحضر لانت على دير بيزنس مالذي تقول لي بغيت نتعلم البيزنس ما محتاج دراس المال كبير خمسمية الدرما ألف درما ستبدأ بيها وغادي تطيح وتموت وكي ندير بيزنس رأى اللي قال لك خمسمية الدرما أخوية والف درما أتحدث عنك نجيك سارحة من تجربة ومن الألاف ديين الناس اللي في فوق ما سوليشتوا ودربتوا وعاونتوا الاخير تخصكم تفرق ببين جوجوه سنبدأ البيزنس ديالي أولا تعلم البيزنس تعلم أي مبلغة عندك كافية كما قلت لكم تعلم البيزنس وكي تبدأ البيزنس لكي تعلم البيزنس أي مبلغة عندك كافية ولكن الأخوان باش تطيع البيزنس خصك رأس المال باش ماذا تضحك على رأسك وما يضحك عليك تاجي واحد الله يجزيك بأخير، كي تتحرك البيزنس وتقرير وكذلك يجب أن تتحرك المال. بعد ذلك، أعلم أنه في الضميني، وهو التجارة الإلكترونية. سواء في ساوتي أو خلاص، أو أي شيء، يجب أن تتحرك المال، يجب أن تتحرك المال، ومع سلعة، أو تتحرك المال، لذلك، لا أتحكي، كيف يقول لك، كي تتحرك البيزنس، وتمكن تأخذي للبيزنس إن افراد مسлиق عمل العميل يجب أن تقلق هذه الشخصية ولا تقلق التي تساكره لديك،، ولكنها لأمر أركنig والأمراط ويمكنها تتعلم، rồiلنشى فرص من الإملاء، لا يوجد ذلك، ومن الأجوا medication ومن تجربة ومن تجربة وأنهم يفرقون بين هذه المبدأين بجوء أن نتعلم البيزنس ونفعل البيزنس. أريد أن نجمع كل شيء واحد. أعرف أننا في المغرب، نريد أن نجمع كل شيء في سلة واحدة. كل شيء يريد أن نفعل البيزنس ويتعلم البيزنس. وهذا غلط، وهذا هو السبب الحقيقي. ما أردت أن تقول لك، ما أردت أن نسمى الفاشل تحت الخطين؟ لأنك دائما تريد أن تريد منطقة الأولى تعلم وتبني. هذا غلط، فرق بين التعلم البيزنس ودي البيزنس. أنا الذي كانت معك كانت تعلم البيزنس فى ثلاث سنين، من 2008–2007 حتى 2010–2011، كانت تعلم فلوس، كانت تريد أن تكون الفلوس، أريد أن تكون الفلوس. إخوان ما تميكسيوش بين ندير البيزنس ونتعلم ندير البيزنس. رغم ما بدأين مختلفين تماماً الإخوان. الدراج كي يبقى عليهم عنده ألف درهم يجيبوا بغي يتعلم منها. بغي يبني بها بيزنس يحولها الألاف أو الملايين ديال الدولارات. وكي يحلم وكي يحلم وكي يحلم. وبالصباح ملي كي يفق يلقى وقع تاني. أش كي يقول في دماغه؟ كي يقول شو حوج. هذا هو أشعرنا؟ هذا هو الدولينا؟ هدو تللوا علينا؟ هدو قد تصغروا علينا؟ هادو 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 خبير علينا أسرار؟ أما لا يحدث عن أول ما ذلك. فالفراق هو في ذلك. هذا هو الأمر الذي تكتبت عنه. نعمل لكي نتعلم شيء. نعمل لكي نتعلم شيء واحد نتعلم على الإنترنت. وعندما تبدأ المنطقة و تبني المنطقة. يجب عليك الملوثات. تقرر المعلومات و تقرر الملوثات. وهذا الشيء يدعي الملوث. إخوان الله يريد عليكم لا تتكلمين من هذا الجيج لحواج لكم باخير. هذا هو المتمنى أني وضحت لكم الفكرة. كما قلت لكم نحاول كل نهار نشوف تلك الميصات اللي يأتي بخيفيرا. يأتيوني بالإمئات اللي أمغي إلى ما قلت الألف في النهار. كنحاول نجاوب بذلك. نجاوب لكم هكا على شكل ستوري قد كل نهار وبالما نتقلع عليكم وما نكترش عليكم. تتكلمين في الراس. الله يفقكم الدراري. نقول لكم واحد القضية سيروا تخدموا على عراسكم. العمر يدوز الوقت يدوز وشنو كيبقى ذلك الشيء اللي يدرتي وذلك الشيء اللي وصلت إليه. أه استاكم الدراري. أتمنى تكونوا باخر وعلى خير. بززف دي الناس كيسولوني بعد ذلك البوست اللي كتبت ومنت فيكو أن ها دي الوقت دي الى فاش كنت سنع التروات بزف دي الاغنية غا يمشي وبزف الاغنية غاي جي وفرص غاي جي وكل شكي سووني كيفاش 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 بقدر أنه كان واحد الحاجة اللي يسميتها انت اللي عارف شنو باغي وانت اللي عارف شنو كتعرف تدير. أنا غير غا نفسر لك أنا أكلم محليك وكمل من رأسك. أنا أقول لي بعض القادية وديرها في دماغك. مثلا اه شي شركة كانت خدامة في قبل أزمة مثلا كانت بحشي فرضافير معين وخدامة قبل أزمة. دابا بسبب الأزمة مضطرت أنها تسد وسرحت الموظفين وسدات وطرق معليها دويون والبانكة العاخرهين. دابا هات الشركة من بعد الأزمة باش تجي توقف على رجاليها رأي صعب زاف. أنا أسهل. قلت لك أنك تبني شركة جديدة آزيرو. سأسهل في هذه الحالة من أنك أنت تنقد شركة طاحت. لماذا؟ لأن تكاليف تشغيل هذه الشركة كما قلت لبرح في الله يبقى تكاليف تشغيل هذه الشركة مكلفة جدا. أنك أنت سرحتي موظفي نسرحتي كل شيء. التقمي عليك ديون. سيرتدوا كل الشركات اللي أصحابهم ما عندون شوء رؤوس أموال كبيرة وحط الفلوس الكاش اللي يقدر أنه يعاود يانفيستي. نظر على على المقاولات الصغرى والمتوسطة. رأى بد الأزمة. رأى قليل اللي غادي يقدر إرجع باقي. وقليل باقي اللي غا يقدر في دوك الشركة الصغيرة والمتوسطة أنه يكمل حياته أو يكمل حياة المهنية عادي جدا. دونك غادي يكون عنده مشكل كبير في على تشغيل. غادي يتحف أزمات ومشاكل. دونك أنت هنا فرصة ديلك أنك تقدر مثلا تدير بحل ذاك البيزنس ماشي بالضرط كوبي ولكن هادي فرصة أنك أنت كما قلت لك. يعني البارحة وقبل الأزمة اللي كنتشوف ديك شركة. وانت لا زي زيره. كيف تقول أخويا أنا رأى ما يمكنش النفس هذا. أرى ما يمكنش روادي جابادي عنده ثلاثي موظف وعنده لي مرشي وخدام وكل شيء وهذاك إلى آخره. أنا باش نفسه صعيب عليه يوم. إنت يا الله غادي تقلب على الكليان يا الله غادي تجي الدابس تجي تقلب على شكل يختم معاك شكل يفورنيك شكل إلى آخره. لكن بعد الأزمة بحالك بحالك بحاله نقول لك أنت إذا استغلتي هذا الحجر الصحي. وتعلمتي مزيان وجربتي وشفتي وقريتي. غا تكون حسن منه. لأن شكل كان فرق بيناتكم قبل كان هو سبقك. سبقك بواحد لطابة كبيرة دياليكسبريونس. وسبقك بواحد جهد كبير. فلأنه وخدام ودجال بيزنس ديالهم سيطابي. إنت لا. لكن حاليا من اللي غا تجي من اللي غا تمشي كورونا. غا تكونوا بحال بحال. أو نقدر نقول لك أنت حسن منه. ها هي الفرصة اللي كنهضر عليها. نس لك فينا هي الفرصة ها هي. بحالك بحال ديك الشركة دابا. همتوني دابا. النقطة الثانية اللي مهمة من البداية اللي هادرت لنا على هذه التكريف تشغيل وأن الشتركة غيموتو صعب صعب بقينوضو مش كل شيء أغلبية. كان النقطة الأخرى ديال. كان النقط العقلية تشغيل. لكن ما كان نقول لكم دائما راي يلاقل تلبك ولا الخوك ولا الجدك قبل راي غا نقرأ المقرر الدراسة الرسمية للمدراسة غا نقرأه في الأنترنت. غا يضربك هنا. وعاديك تصرفيك يقول لك وش أنت كتفل عليها والدي وغا أنت ما بديش مشي للمدراسة. وكن دابا را قتانعه بشكل نهائي دابا تدخل معي واحد إنسان ما قريش إنسان لا علاقة للمدراسة دابا قلو لي دخل الست جلزة في غمصة ذاكرة غا تاخد المساعدة من الدولة. يعني هنا أو أحد الواجدية بين التكنولوجيا يعني من بعد تنمشي إلى أزواء ليجبتها في التكنولوجيا غا يضيقوك. يعني أي سلوسيون، أي سيرفيز، أي بلاتفورم، أي حاجة قدمتها للشعب اليك الساعات البنادم غا يتقبلها لأنه يسافي. غا يقول لك أحد دولة قاد خلصتنا. الدولة قاد خلصتنا وشدنا الفلوس في الإنترنت. هوا دابا را ديك الفكرة ديكتشت فلس في الإنترنت ها دخلت الليلة دماغ. غا يقول لشتيو الهنا قد قتشتنا غير في. في السيتو قادم جابين هذا هي العقلة العادية. يعني هنا بدين جنة من بعد. الأزمة وخيرا الحاجر الصحي استغلتي استطبيت الشي فكرات تعلمتي شي حاجة قريتي شي حاجة تعلمتي مهم. ما بقيتش خاوي. ما بقيتش غير داوي خاوي. عندك شي حاجة فيديك. استطبيتها وداز لك خيز. كورونا وبدأت وكالطبق راب ينسر كل شي غاد يمشي ووادك لأنك انت استغلتي. نقول الركب على الموجات. يعني استغلتي ذلك التراكم التقافي والمعرفي اللي خلقاته لازمة استغلتي. ما هو التراكم التقافي والمعرفي اللي راكمته. راكمت انه كان حاجة تمتها لانتغنت. كان حاجة تمتها لسيرفز. من تقسك تركبها الأخ على هاد النقطة ديال التراكم المعرفي اللي خلقاته او اللي انتجاته لكريز. لكريز قررتني نوحش حويج. هانا غني اغرسوه في الدار. كل شي غير وصلنا. الفلوس غادي نشي دون فتما. اللي سيرفيز ديالنا. لادومون ديالنا. الدولة غا نديرهم أونلين هالشي كامل. هو تراكم. وهاتركم انت بريدك تركب عليه. تقول لي كيفا. شو علش. عارفك انت ما ما فيدك. الناس لي كيسوروا في ليكومانتير. وكيقول لك. لا يا اخوة اياد. خلص السور بموضوع. لقولي. نارا ما كانش ما نقول لك. هذا هو يل هدر اللي غصني يقول لك. وهي اللي عندي ما نقول لك. ماشي خبيت ع شي حاجة. اي حاجة اخرى كتبيل انك انت فاشل. مالاخر ما بديش تخدمتك ان نجي ونقول لك هيك. فما كنش هدي اخويا نجي نقول لك هيك. يعني انا قدي انت ش عندك? عشكت عرف تدير? عشكت عرف تطبق? شنو هو المكاء? شنو انت في فاشكينة ش عندك? ما عندك ولا راي ما عندك ما تدير. اللي ما عنده والو راي بحل كريز بحل ما كانش لا كريز. راي فاقدو الشيء اللي يعطيه. كما قديك انت اصلا ما عندك والو. وما تعلم الوالو. وما كتعرف الوالو انا ما كان دوش معك. انت راي بحل مكنيش لا كريز. يعني انت اصلا غير مصنف تصنيف اللي كان ان lays انا. هاد مستوى. فاشكينة هندروحنا انت اصلا غي رؤية اصلا اناressive الى ما بغيتيش. اما المقارن كون انا ما كان على انا قرأ ولو. وابغيت. ونقرأ. انا عندي معا ادستيق selاب ،와 dengan الكتاب , وأن كتب اللي عندك اضيره. وكان لك انت تراكم طقافي معرفي خلقته لكيز. وغادي تركب على الموجهة قدم الناس السيرفيس اللي غاد يحتاجوا من بعد دبا نقول لكم نريد نمشيها كريز رغم قليل الناس اللي غي يمشيوا باقي يتقدوا الخضراء في السوق قليل اللي غي تصنع السوق نهال الخميس ولا معافتي متى يكون عندكم السوق ويمشي باشي تقدى اللا اخو يا كورشي اونلاين دبا هذا غير كاللناس كيشريوا اونلاين الخضراء وكين تغريال ديروغري كيتباعوا اونلاين ولات الخضراء كيتباعوا اونلاين ولو او لضماند متى ديال الرخاص كيتباعوا اونلاين ولو ازواج او اونلاين نبا ايلاشتهارة كين ديال اوقاف ولا ديال لادل لادول وجهش تالحكا اتباع اشترات انه الناس يقدون الطالبات ديال الزوج ديالهون اونلاين وان شوف فينوصنا الاخ هجل كينه فرصة كينها اتقول ليا فرصة هجل كينها بحديدها الاخ لم تتلك فرصة ان كورشي اونلاين والله إلا الزمان عندي مانا نقول لباقي انت ما بيتيش. انت انسان في عشر ما بيتيش. سمحي على هذه الكلمة. ولكن انا كنهضر مع اصحاب العقور النايرة. مع الناس اللي اللي عارفين اش كما نقولو. الناس اللي وعين بهذا الشي. الناس اللي بغاوا يخدموا. الناس اللي بغاوا يديروا شي حاجة في حياتهم. الناس اللي بغاوا يطوروا. لخص لكم هذا اخر سطورة في هذا السو جي. اللي بغا يخدم هذه لوقيتها. غدوس كورونا ان شاء الله احمد رحيم. دكشي تلت شهور شهور عام ماكسيموم غدشي غيمشي. غدين نضو. اذا نض ديرشي حاجة في حياتك دكسعارة بحل كنتا. بحل اللي كان سابق. طبع عشر سنين.